وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكران العابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشيين فاستجبنا له وكانوا يسارعوني فاستجبنا له وكانوا يسارعوني وكانوا يسارعوني فاستجبنا له وكانوا يسارعوني فيها من روحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإن ناده كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفيرون وهم فيها لا يسمعون الله أكبر Then we heard his prayer, and bestowed upon him John, a righteous son, and adjusted his wife for him, by bearing a son for him. Lo! They, i.e. the prophets, and it is also said that they refer to Zechariah and John, used to vie one with the other in good deeds, they used to hasten to acts of obedience, and they cried unto us in longing and in fear, they used to pray to us out of longing and fear, it is also said that this 362 means, they used to worship us out of longing for paradise and fear from hell, and were submissive unto us, and they were humble and obedient.